شددت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها على أن تعزيز علاقتها مع روسيا لا ينتظر إذن أي طرف ثالث وذلك بعدما أبدت الولايات المتحدة قلقها من تطوير التعاون العسكري بين طهران وموسكو وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني إن التعاون بين إيران وروسيا في مختلف المجالات بما في ذلك التعاون الدفاعي يتوسع في إطار المصالح المشتركة وتتهم دول غربي إيران بتوفير طائرات مسيرة تستخدمها روسيا لاستهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا وقد فرضت عقوبات إضافية على طهران بسبب هذا الملف